موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الثالثة والنصف من قناة السعودية والبداية بالعناوين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان رئيسة جورجيا بذكر استقلال بلادها موسيقى سمو ولي العهد يقدم عبر الاتصال المرئي التهنيئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك موسيقى بعد أن تحولت إلى مركز جديد لتفشي كورونا ترامب يمنع الرحلات الجوية البرازيل هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل السعود حفظه الله العالم أجمع بحلول عيد الفطر المبارك وذلك عبر حسابه في تويتر وقال أيده الله نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منع علينا بالصيام شهر رمضان وقيامه نرى الأمل في قادم أيامنا متحلنا بالعزم والإيجابية لنتجاوز كل بلاء ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأنا وأحسن حالا وكل عام وأنتم بخير بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل السعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سالومي زورا بيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة ذكر استقلال بلادها وأعرب الملك المفدى باسم واسم شعبي وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعب جورجيا الصديق إطراد التقدم والإزدهار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز آل السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة سالومي زورا بيشفيلي رئيسة جورجيا بمناسبة ذكر استقلال بلادها وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بمفور الصحة والسعادة لفخامتها ولحكومة وشعبي جورجيا الصديق المزيد من التقدم والإزدهار قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء ذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة كل من صاحب السمو الملكي الأمير خالد ابن سلمان ابن عبد العزيز نائب وزير الدفاع وأصحاب السمو المعالي قادة أفرع القوات المسلحة وكبار مسؤولي وزارة الدفاع السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فطر عمره السلام عليكم السلام عليكم العيد مبارك العيدين فطر عمرك اتمنى ان شاء الله عزيز عليكم وعلى الجميع ان شاء الله على مملكتنا الغالية كل سنة ان شاء الله وسنوات مديدة بعز وقوة ان شاء الله وسعادة للجميع ان شاء الله فقط اللي قلمني في العيد في هذا العيد يعني يوم فرح واجب علينا ان يكون يوم فرح بالنسبة لنا كمسلمين اني فقط ما اكون بينكم في هذا اليوم لكن الظروف ان شاء الله تزول الظروف السيئة تزول ان شاء الله وان شاء الله مقبلين على خير دائما بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين او مدنيين وعيدكم مبارك وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائماً كل سنة لسنة وموفقين إن شاء الله سيدي أؤكد لسموكم الكريم أن قواتنا المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية بفضل الله أولاً ثم بالدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من لدن قيادتنا الرشيدة أدام الله عزها وبمتابعة شخصية من سموكم الكريم وسمو نائبكم وإننا نطبق كل الاحترازات اللازمة مع الحفاظ على الجاهزية العالية المطروبة سيدي أنتم معنا دائماً ما يحتاج كنا نيد وحدة لخدمة وطننا الله يسلمك الله يطول عمرك طعم شكراً شكراً التوفيق إن شاء الله أدنا تطبيقاتي للجميع تأصل طعم عمرك عمرك خيدي أكدت الهيئة العامة للجمارك أن حركة العمل الجماركي خلال إجازة عيد الفطر المبارك مستمرة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية وذلك لضمان إنهاء الإجراءات الجماركية لجميع الواردات والصادرات خلال هذه الفترة حيث تسهم خطوة استمرارية العمل الجماركي في عدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجماركية المتعلقة بتخليص البضائع مما يساعد على تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بشكل إنسيابي وبمرونة عالية ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على استمرارية العمل دون توقف مما يسهم في توفير السلع للمستهلكين وما يترتب على ذلك من إنعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني قدمت المنصة التوعوية لوزارة الصحة عش بصحة في تويتر العديد من النصائح الاستثماري فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد عبر نشرها لمقطع فيديو توعوي وأكدت الصحة في رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والسكريات والدهون والتي تؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة الوزن تأتي هذه الأنشطة استكمالا للحملة التوعوية التي أطلقتها الصحة في رمضان بالتعاون مع سابك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة وحثهم على اتباع السلوكيات الصحية أطلق التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة للحد من اتشار فيروس كورونا توكلنا تحديثا جديدا يتيح استخراج تصريح مخصص لرياضة المشي يمتد لمدة ساعة واحدة وذلك ضمن حزمة التصريحات التي يتم منحها خلال فترة تطبيق أمر منع التجول وشددت وزارة الصحة عبر حساب توكلنا في تويتر على أن تعديل مكان السكن مرة واحدة شهريا مشيرة إلى أنه عند طلب تصريح تمويني طارئ فسوف يعطيك ساعة واحدة وعند الموافقة لا تستطيع الإلغاء نبهت الوزارة إلى أن كل فرد في المركبة عمره خمسة عشرة سنة وأكثر يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق توكلنا جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء أحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام لتنثر الفرح والبهجة في الدم والظهران طقوس استثنائية في عيد الفطري هذا العام خلت الشوارع من الأزدحام لكنها لم تفقد بهجتها نحن عادة نستقطب تقريباً خمسين ألف إلى مئة ألف زائر في كل عيد السنة هذه الظروف بسبب السلامة والصحة حالة دونها ذلك فحبينا أنه عن طريق الحافلة إثراء ومبادرة عيد إثراء عندك في البيت أنه نزور الناس في بيوتهم ونقدمهم جزء من الثقافة التي يقدمها إثراء سواء كانت ثقافة مسرحية أو أدائية أو البهجة والفرحة التي عادت أن يشوفونها في مركزنا أو في حدائقنا أربع حافلات مزينة جابت أحياء الخبر لتنثر معالم الفرح انتظرها الصغير والكبير وهم في منازلهم آمينون حلوة وهدية ودعوة للاستمتاع بأنغام اليامال البحرية والموسيقى العالمية عيدية إثراء لإسعاد سكان 27 حي في الشرقية لقناة السعودية هدي للحسون الخبر أكد الأمير العام لمجلس التعاون الخليجي دكتور نايف الحجرف بمناسبة مرور 39 عاما على تأسيس مجلس التعاون أكد أن التحديات الحالية تتطلب التعاون تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إن مجلس التعاون وهو على مشارف العقد الخامس من مسيرته المباركة لا يواجه تحديات قير مسبوقة في نوعيتها وتشعبها تتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى التفكير الجماعي والتعاون المشترك لمواجهتها والتعامل مع تداعياتها تنفيذا لما ورد في النظام الأساسي الصادر في 1981 وما تضمنته رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه لعام 2015 وما ورد في البيان الختامي لقمة الرياض في ديسمبر 2019 وأشار الأمير العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن العمل يتطلب كمنظومة خليجية تعزيز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع ما بعد جائحة كورونا الاقتصادية والصحية الأمر الذي يتطلب منه جميعا كمنظومة مجلس التعاون تعزيز العمل المشترك والاستعداد الجماعي للتعامل مع عالم ما بعد كورونا بهبعاده الاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والعمالية والاستراتيجية حماية لشعوبنا وصونا لمكتسباتنا وتعزيزا لمسيرتنا المباركة وضمانا لمستقبلنا أن عالم ما بعد كورونا وما يشهده من تغيرات كبيرة يتطلب منه استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته وذلك ضمانا وتعزيزا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية وحماية وصونا لمكتسبات دوله وشعبه وتحصينا ودعما لاقتصاده وأمنه والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدي يواجه العالم والمتوقع يستمرارها لسنوات قادمة لن نكون بمعزلا عنها وفي إحدى أكبر ساحات العاصمة الإيطالية روما أدى مئات المسلمين من مختلف الجنسيات أمس صلاة عيد الفطر المبارك بعد سماح السلطات الإيطالية بذلك ضمن تدابير إجرائية ووقائية مئات المسلمين من مختلف الجنسيات امتلأت بهم ساحة بيسال راديو إحدى أكبر ساحات في قلب العاصمة الإيطالية روما تجمعوا في أول صلاة لعيد الفطر سمحت بها السلطات الإيطالية ضمن تدابير تخفيف الحجر الصحي الذي فرض على البلاد جراء تفشي جائحة كورونا والحية كل عاما وأنتم بخير والأمة الإسلامية كل عاما وأنتم طيبين وإن شاء الله ربنا يرفع الوباء وإن شاء الله العيد الجاي نصلي كلنا في مساجدنا رب العالمين ونشكر كل الأخوان العاملين في كل المساجد ونوفر لنا الصلاة في هذا البلد ونشكر المملكة العربية السعودية ولي أهدها لكل العمل الخير الغامبي في كل العالم وأظهر المصلون التزامهم باتباع التدابير الاحترازية المفروضة على الجميع في إيطاليا والتي اشترطتها السلطات لإقامة هذه الصلاة ومن بينها الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتعقين والامتناع عن المصافحة حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين واستفى المصلون في طوابير طويلة انتظارا لدورهم في أداء الصلاة التي أقيمت أربع مرات للسماح للجميع بأدائها في المكان المخصص لذلك وسط الصحة النهاردة يوم مميز بالنسبة لنا لأنه بعد فترة الغياب عن الصلاة حوالي ثلاث شهور الحمد لله ربنا وفقنا أن نعمل صلاة الترويح وصلاة العيد الحمد لله المصلون تضرعوا إلى الله داعين أن يرفع همة فيروس كورونا عن الأمة والبشرية جمعا إحصائيات جديدة تسجلها عدد من الدول العربية حول فايروس كورونا المستجد نتابع ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فايروس كورونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع عوقاتكم بكل خير ونجدد التهاني بكم في ثاني أيام عيد الفطر السعيد مجددين الدعوات للجميع بالقبول والسعادة والمسارات اطلعنا جميعا على كلمة خادم الحرمين الشريفين وما حوته من كلمات محملة بالأمل وباعته إلى الأمل وأيضا فيها إشارات إلى العزيمة والإيجابية هذا المجتمع بحمد الله يثبت دائما بأنه لديه العزيمة ولديه القدرة ودائما يستطيع أن يضرب أروع الأمثلة في الوعي وفي الإدراك وفي تحمل المسؤولية شاهدنا منذ بداية هذه الجائحة وحتى اليوم والأيام التي ستأتي كيف كان هذا المجتمع يستطيع أن يواكب التغييرات يواكب المرحلة يواكب المسؤولية التي يشارك فيها أفراده بعضهم البعض ليصلوا جميعا بإذن الله لبر الأمان شاهدنا تساؤلات كثيرة قبل العيد كيف سيكون العيد كيف سنقوم ويمر علينا هذا العيد ولكن المجتمع أثبت بحمد الله أنه يستطيع دائما أن يبتكر ويبدع ويعيش العيد السعيد في ظل هذه الظروف ببهجة وسرور وسعادة ومحبة وشاهدنا صورا منها جميلة يلفها السلوك الصحي والتقييد والالتزام الحمد لله على هذه النعم والحمد لله بالسلامة والعافية العامة والدائمة ونرجوها بالأخص لمن يمرون بظروف الوعكة الصحية حاليا ونذكر أنفسنا جميعا أنه في أثناء هذه الأيام وأيضا ما بعدها من أيام وبشكل دائم ومستمر علينا أن نحرص على من لهم حق علينا الفئات الأكثر خطورة سواء كانوا كبار السن أو من لديهم أمراض مزمنة أو من لديهم أمراض أخرى سبق أن ذكرنا تفاصيلها في عدة مناسبات لمشاركة التوعية والنصح عنها نذكركم جميعا فلنترك مسافة آمنة فيما بيننا وبينهم لصحتهم فلنواصل دائما التقييد بعدم المصافحة عدم العناق لأن القرب أو الملامسة قد يؤدي لقدر الله إلى انتقال العدوى أيضا التنظيف الدائم لليدين وغسلها وكذلك عدم مشاركة الأدوات الشخصية من المهم جدا أيضا أن نبذل لهم مجموعة من النصائح أو المساندة أو الدعم أو الرعاية ومن أهم ذلك أن نحافظ دائما على المكان الذي يكونون المتوجدين فيه بتهوية جيدة نساعدهم دائما على الاهتمام بالخطط العلاجية والبرامج العلاجية الموصفة لهم من أطبائهم وأيضا من المهم جدا لو شعر أحدنا بأنه لديه أعراض تنفسية أن يعزل نفسه ولا يقترب من هذه الفئة لكي لا يعرضهم ويعرض أيضا لا قدر الله الآخرين للخطر لو لاحظنا عليهم أي أعراض أيضا من المهم جدا أن نطمئن بإمكاننا أن نقوم بالتقييم الذاتي من خلال تطبيق موعد لنطمن على صحتهم بالتقييم بذلك لهم أو نيابة عنهم أو إعطاهم التوصية ليقوموا بذلك لأنفسهم أو أن نتصل بمركز الاتصال 9-7 لنأخذ 80 أكثر نواصل معكم تقديم المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد حول العالم فعالميا تم تسجيل أكثر من 5.400.000 حالة مؤكدة بالفيروس التعافي يقترب من 2.200.000 والوفيات تجاوزت 345.000 وفاة في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 2.235 حالة مؤكدة للإصابة بهذا الفيروس هذه الحالات موزعة في مجموعة من مدن المملكة كما تلاحظون وكما اعتدتم ستصل لكم تفاصيل ذلك في تقارير بإذن الله لاحقة لهذا المؤتمر إضافة إلى انعكاسها على الموقع الرسمي المخصص لمستجدات الفيروس 27% من هذه الحالات الجديدة المؤكدة سجلت فيما بين الإناث فيما سجلت فيما بين الذكور بنسبة 73% 4% سجلت في فئة أعمار 65 عاما فأكثر 85% كانت في البالغين 11% سجلت في الأطفال 41% كانت النسبة المسجلة فيما بين المواطنين فيما سجلت بنسبة 59% في جنسيات أخرى متعددة تم إجراء 18.545 فحصا جديدا مخبريا دقيقا لهذا الفيروس وبالتالي يصل إجمالي الفحوص إلى 722.079 فحص عن هذا الفيروس إجمالي الحالات وصل منذ تسجيل أول حالة وظهور لهذا الفيروس من الكاربية السعودية حتى الآن إلى 74.795 حالة من بينها 28.728 هي الحالات النشطة التي تتلقى الرعاية المناسبة لها معظمهم بحمد الله أوضاعهم الصحي ومستقرة ووضعهم مطمئن بشكل عام فيما أنه 384 هي حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة المخصصة لرعايتهم حالات التعافي بحمد الله تم تسجيل 2148 حالة التعافي بالتالي يصل إجمالي حالات التعافي إلى 45668 نسأل الله لكل المصابين الشفاء العاجل وتمام العافية بإذن الله تم تسجيل 9 حالات وفيات في جنسيات متعددة سجلت في مكة المكرمة وفي بيش وتراوحت العمار ما بين 31 عام و63 عاماً ومعظمهم عانى من أمراض أخرى مزمنة وبالتالي يصل إجمالي الوفيات إلى 399 حالة نسأل الله لهم جميعاً الرحمة والمغفرة نجدد التذكير لكم جميعاً بأن نلتزم دائماً بالسلوكيات الصحية في كل حين وفي كل وقت وفي كل الظروف لكي نكون بإذن الله في أمن صحي دائم ونجدد التذكير أي رعاية أي استشارة أي بلغات استفسارات وسيلة ترغبون التأكد من كيفية الحصول من خلالها على الخدمات الطبية التي تلزمكم وبالذات يمكن في هذا التوقيت في فترة العيد 9-3-7 على مدار الساعة الزملاء والزميلات يتشرفون ويسعدون وواجبهم أن يقدموا خدماتهم لكم ودمتم إن شاء الله بخير فضلت دكتور محمد من صحيفة عكاض الأستاذة أمل السعيد تسأل كيف سيكون حال السفر بعد كورونا طبياً؟ وما هي الإجراءات التي يتوجب اتباعها لعدم الإصابة بالفيروس؟ السفر بشكل عام تغيرت طرق الانتقال والسفر في العالم منذ بداية الجائحة تم تطبيق عدة إجراءات في كل حالة سفر طبعاً مع تقليل أو تقييد السفر في العالم وأيضاً في المملكة أصبحت الرحلات محدودة لظروف معينة وأيضاً تطبق فيها الإجراءات فهناك تغير في طرق السفر اشتراطات احترازات صحية تجعل الوضع الصحي أكثر أماناً وبطبيعة الحال هذه التغييرات لم تشمل طرق السفر مثل الطائرات وغيرها فقط وإنما نعرف اليوم مناحي حياتنا كلها شمل هذا التغيير الآن نحن نمر بطلبات مثلاً أو استلام طلبات ونأخذها ليس بالطريقة المعتادة نروح إلى التموينات أو المتاجر أو الأغراض التموينية ولا نذهب بالطريقة المعتادة ولا نتسوق بالطريقة المعتادة هناك إجراءات أضيفة لتضمن سلامتنا وحمايتنا بإذن الله وكذلك الأيام هذه في أيام عيد وفرح ولكن أيضاً بطريقة مختلفة واكبة ذلك فلا شك أن هناك أمور وأنماط وطرق جديدة تجعلنا أكثر حماية وأمن بإذن الله شكراً من صحيفة الرياضة الأستاذ عبدالله الغرسان يسأل يلاحظ ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بشكل يومي لماذا؟ وهل هذا مؤشر يثير القلق؟ وكم نسبة التعافي في هذا المؤشر؟ الحالات الحرجة هي من المؤشرات المهمة جداً التي يتم راقبتها ونراقبها بشكل دائم هناك مجموعة من الخبراء والمختصين ليسوا فقط يراقبونها ويحللونها على مستوى المملكة وإنما حتى على مستوى المناطق وعلى مستوى المستشفيات وعلى مدار الساعة فرق رائعة تصل للليل بالنهار للعمل في ميدان هذه العناية المركزة ولمتابعة أيضاً أدائها فرق متعددة لأن هذا المؤشر جداً هام التحرك فيه والتغير دائماً مرصود ودائماً يرصد الزملاء أسبابه ما إذا كان له نمط معين أو توجه معين بأي مشاكل أو يستلزم تقييمات دقيقة للتفاعل معها لأنه مثلاً ممكن يعكس انتشار أو شيء من هذا القبيل يتابعونه ويراقبونه ويتفاعلون معه وفي نفس الوقت يجب أن نعي بأنه النسبة العالمية للحالات الحارجة من الحالات المصابة تراوحت في الخمسة في المئة أقل وأكثر منها بشيء قليل في بعض الدول تصل حتى إلى عشرة في المئة وأكثر بينما في الملكة العربية السعودية نتكلم عن أعداد نسبتها قد تكون أقل من 2% فلذلك النسبة لا تزال في الاستيعابية والنسبة لا تزال مطمئنة وهناك أيضاً نطمئنكم فرق متخصصة تراقبها وترصد أي تغير فيها يستلزم أي تدخلات شكراً من صحيفة سبق الإلكترونية الأستاذ قاسم الخبراني يسأل هل تم تسجيل حالات لأطفال أصيبوا بالفايروس ويدخلوا ضمن الحالات الحارجة التي يحتاجت البقاء تحت أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات بحمد الله جميع الحالات التي سجلت في الأطفال لم يرصد ولم يسجل حتى الآن وصول إلى حالات العنية المركزة الحارجة للأطفال فيهم ولم يتم تسجيل حالات وفيات بحمد الله شكراً من صحيفة الوئام الإلكترونية الأستاذ ناصر السلامي يسأل هل التطبيقات الإلكترونية التي أنشأتها وزارة الصحة مثل تطبيق صحة وتطمن وغيرها أسهمت في الحد من انتشار هذا الفايروس أم أن الجانب التوعوي هو المقصد من إنشائها وكيف ترون الإقبال على هذه التطبيقات طبعاً لا شك أن هذه الخدمات الإلكترونية والتطبيقات والطرق التي تعتبر فيها إضافات تزيد من القدرات ليس فقط دورها محور محدد أو محور واحد لا هي تخدم كثيراً أولاً تسهل على المستفيدين منها سواء كانوا من أفراد المجتمع للصحاء الراغبين بالأطمئنان على صحتهم والحصول على خدمات تزيد تسهل وصولهم للرعاية الصحية تسهل آلية تعاملهم مع وضاعهم الصحية أو الممارس الصحي على الطرف الآخر أو الممارس اللي يساند الممارس الصحي على الطرف الآخر بأنهم أيضاً يستطيعون التفاعل معهم بشكل أسرع والوصول بشكل أسرع وأيضاً هناك زملاء آخرين يقومون بتحليل البيانات والنظر فيها من ناحية الوبائية فيساهم في التقصي يساهم في التحليل يساهم في سرعة تقديم الخدمة جودة تقديم الخدمة وهذه جوانب يضاف إليها بلا شك أيضاً بأنها مسهمة في اتجاه التوعية فهي أشمل من ذلك فيها جوانب داعمة للتشخيص والعلاج وأيضاً الوعي والوقاية شكراً جزيلاً لكم شكراً لكم وسمحوا لي أن أقدم الآن إجازاً باللغة الإنجليزية شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم جميعاً ودمتم بخير وصحة وسلامة وعافية وأيامكم سائدة شكراً لك الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة شكراً للمشاهدين أمنياتنا أن يكون الوطن والعالم بألف خير إذن عودة لكم مشاهدين الكرام حيث تابعنا وإياكم المؤتمر اليومي عن فايروس كورونا المستجد في المملكة وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي عن تسجيل 2235 حالة جديدة شكلت نسبة السعوديين منها 41% فيما كانت 59% للأجانب ليرتفع جمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا في المملكة إلى 74.795 حالة بينها 28.728 حالة نشطة معظمها في حالة صحية مستقرة ومنها 384 حالة حرجة تتلقى الرعاية اللازمة في العناية المركزة كما كشف الدكتور العبد العالي عن تسجيل 2148 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 45.668 حالة تعافي بحمد الله فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع جمالي الوفيات إلى 399 حالة وفاة رحمهم الله جميعا كذلك حث العبد العالي الجميع على العناية بكبار السن أو من لديها أمراض مزمنة وذلك بترك مسافة كافية بين الجميع والتقيد بعدم المصافحة والعناق والتنظيف الدائم لليدين وتوجيه الرعاية الصحية والنصائح لكبار السن والعناية بهم وملاحظة أي أعراض تنفسية وذكر بأنه عند ملاحظة ذلك يفترض أن يتم الدخول على تطبيق موعد أو الاتصال على مركز الاتصال 937 كما شدد الدكتور العبد العالي على ضرورة اتباع السلوكيات الصحية حيث قال إن حالات الأطفال لم يتم تسجيل أي حالة حرجة بينهم ولله الحمد إذن مشاهدين الكرام نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل أعلنت الحكومة الصينية أن اقتصادها ما زال بمرحلة تشوبها الغموض نتيجة التداعيات الكبيرة جراء فايروس كورونا المستجد نشاهد في تصريح كشف مدى الضرر الذي تعرض له الاقتصاد الصيني قال الرئيس شي جينج بينج إن بلاده كانت ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوية عند 6% لو لم تحدث جائحة فايروس كورونا المستجد وأضاف أنه ما زال هناك الكثير من المساء الغير الواضحة في ظل الرقود الاقتصادية بعد أن خرجت بعض الأمور عن السيطرة نتيجة تفشي الوباء متابعة انتشار الفايروس لا تزال الشغل الشاغل للسلطات الصحية الصينية حيث تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة لمسافرين قادمين من الخارج كما أعلنت عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض بدورها سجلت كوريا جنوبية 25 إصابة جديدة ليبلغ عدد الحالات 11190 شخصا فيما استقر عدد الوفايات عند 266 حالة وفات وإلى اليابان حيث ارتفعت الإصابات إلى 16536 والوفايات إلى 808 وفايات أسهم توكيو شهدت ارتفاعا بفضل آمال استئناف النشاط الاقتصادية وإنهاء حالة الطوارئ الذي أعلنه رئيس الوزراء شينس أبي في العاصمة اليابانية والمناطق المحيطة بها والذي استمر لأكثر من شهر ونصف مما عزز الأمال بأن يبدأ ثالث أكبر اقتصاد في العالم التعافي قريبا من الركود وأخيرا وفي الهند جرى استئناف الرحلات الجوية الداخلية بموجب تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء الوباء على الرغم من الارتفاع اليومي في عدد الإصابات التي جوزت 131 ألف حالة قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرحلات الجوية من البرازيل التي تحولت إلى مركز جديد لتفشي فيروس كورونا المستجد غير أن التجارة لن تتأثر بهذا القرار الجديد نتابع ما زالت الولايات المتحدة تسجل المئات من الإصابة يوميا بفايروس كورونا حيث تجاوزت الإصابة فيها المليون وستمائة ألف أما الوفيات فباتت تقترب من حاجز المائة ألف رئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعليق الرحلات الجوية من البرازيل بعد أن تحولت إلى مركز جديد لتفشي الوباء ومع تسجيلها ما يقرب من 350 ألف إصابة فاتت البرازيل الآن في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات رئيسها جايير بلوسو نارو الذي اعتبر إجراءات العزل مضر بالاقتصاد يواجه انتقادات متزايدة بسبب طريقة تعامله مع أزمة فايروس كورونا والتي أسهمت حسب منتقديه إلى تحويل البرازيل إلى ثاني أكبر بؤرة لتفشي الفايروس على مستوى العالم أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تجاوزت الوفايات فيهما الأربعين ألف بعد أن تضاعف عدد الوفايات في غضون أسبوعين فيما تعاني بعض دولها من انهيار أنظمتها الصحية كاتشيلي التي أعلنت أن مستشفياتها أوشكت على الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى بسبب الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد حذر خبراء أمن في مجلس أوروبا من خطر التعرض لهجمات إرهابية بأسلحة بيولوجية في أعقاب جائحة كورونا كاشفين عن مدى ضعف المجتمعات الحديثة تجاه حالات العدوى نشاهد بعد الأثار المدمرة والمستمرة التي تسببت فيها جائحة كورونا حذر خبراء أمن أوروبيين من خطر التعرض لهجمات إرهابية مستقبلية بأسلحة بيولوجية التحذيرات جاءت بعد دراسة قامت بها لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس أوروبا أظهرت مدى هشاشة المجتمعات الحديثة تجاه الانتشار الواسع لحالات العدوى الفيروسية وما يصاحب ذلك من نشر للخوف وانعدام للثقة قد يستمر لفترات طويلة الخبراء حذروا كذلك من التداعيات السريعة لمثل هذا النوع من الهجمات على مستوى العالم وما قد يخلفه من أضرار كارثية خاصة على الاقتصاد وطالبوا بمزيد من التنصيق على الصعيد الأوروبية لقطع الطريق على جماعات إرهابية كالقاعدة وداعش بالإضافة إلى الاستعداد من خلال التدريب على كيفية مكافحة هجمات بيولوجية محتملة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريشا كان قد حذر مطلع شهر أبريل الماضي من احتمال قيام مجموعات إرهابية بشن هجمات بيولوجية بهدف إحداث جائحات على غيرار الجائحات الراهنة أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدول الغنية تمنى المقرر أن تتحمل ما لا يقل عن 17 تريليون دولار بسبب جائحة كورونا المستجد المزيد في التقرير التالي لم يفرق فيروس كورونا المستجد بين دول فقيرة وأخرى غنية كي يضرب اقتصاداتها قبل أن يطيح بأرواح مواطنها بل يبدو أن الأمر أكثر كارثية على أغنى الدول التي قد يدفعها الفايروس الفتاك إلى تحملها أعباء ديون إضافية تواجه الدول الغنية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي انخفاضا حادا في الإيرادات الضريبية من شأنه أن يدفع متوسط نسب الدين إلى الناتج المحلي تاركة ديون بعض الدول الغنية عند مستويات أشبه بالمستويات التي وصلت إليها إيطاليا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلنت أن الدول الغنية تمنى المقرر أن تتحمل ما لا يقل عن 17 تريليون دولار من الدين العام الإضافي في الوقت الذي تكافح فيه العواقب الاقتصادية لوباء كورونا حيث من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات الحادة في عائدات الضرائب إلى تقزيم تدابير التحفيز التي تم وضعها لمحاربة تفشي المرض المنظمة أشارت إلى أنه بالرغم من أن العديد من الحكومات قد أدخلت تدابير مالية إضافية هذا العام تتراوح بين 1% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإسبانيا إلى 6% في الولايات المتحدة إلا أنه من المرجح أن يتفوق عليها ارتفاع الدين العام لأن عائدات الضرائب تميل إلى الانخفاض بشكل أسرع من النشاط الاقتصادي في إشارة ركود عميق الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد 19 من متوقع أن يكون الأكثر سوءا منذ الأزمة المالية الكبرى التي ضربت الاقتصاد العالمي قبل 12 عاما مما يشكل عائقا كبيرا وأزمة مستقبلية أمام أي فرص لتحقيق النمو أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن الإجراءات التي اتخذت الحكومة لدعم الاقتصاد خلال أزمة تفشي فيروس كورونا كلفت 450 مليار يورو أي ما يعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وذكر لومير أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن عن إجراءات قوية لدعم صانعي السيارات وهي أحدث صناعة تحصل على خطة محددة لمساعدتها على الوقوف مجددا مؤكدا أن سداد الديون سيكون بمزيد من النمو وإنعاش الاقتصاد وليس بالاعتماد على الضرائب فقط أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل راما بوسا أن بلاده ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروضة بسبب فيروس كورونا بدءا من أول شهر يونيو القادم مما يسمح لقطاعات كبيرة من الاقتصاد باستعادة كامل نشاطها وأكد راما بوسا أن مجلس الوزراء قرر تخفيض مستوى التأهب للبلاد من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث واصفا الخطوة بأنها تحول كبير في نهج التعامل مع مرض فيروس كورونا ومع استمرار انتشار فيروس كورونا حول العالم يؤكد الأطباء على ضرورة الحفاظ على قوة الجهاز المناعي كخط دفاع رئيس ضد الفايروس وتشير المعلومات الطبية إلى 15 صنفا من شأنها تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان التفاصيل في التقليل التالي إلى جانب اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة يعمل الجهاز المناعي لدينا على تنفيذ عمليات جسدية تقاوم مسببات الأمراض من الفايروسات والبكتيريا والأجسام الغريبة فكيف نتمكن من تقوية جهازنا المناعي لنضمن تحصينا أكثر ضد فيروس كورونا المستجد يعد الغذاء أحد أهم الأساليب الأساسية لتقوية الاستجابة المناعية للشخص وفقا لموقع ميديكال نيوز تو داي الطبي فهناك 15 صنفا غذائيا من شأنه تعزز جهاز المناعة بشكل قوي أول هذه الأطعمة هو التوت والذي يحتوي على خصائص مضادة للأكسادة تعزز جهاز المناعة كما يحتوي على الفلافونويد والذي وجد الباحثون أن المواضبين على تناوله كانوا أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي أو نزلات البرد من أولئك الذين لم يتناولوه أبدا يأتي في المرتبة الثانية الشوكولاتة الداكنة والتي تحتوي على مضادة للأكسادة ويساعد على تعزز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة إلى جانب هذين الصنفين يأتي الكوركم الذي يعمل على تحصيل الإسجابة المناعية للجسد الأسماك الزيتية كذلك تلعب دورا كبيرا في تعزز جهاز المناعة لاحتوائها على أوميغا 3 البروكلي أيضا يعد مصدرا آخر لفيتامين سي ويحتوي أيضا على مضادات قوية للأكسادة مما يجعل الانتظام عليه داعما أساسيا لصحة الجهاز المناعي أما السبانخ فيحتوي على الفيتامين سي وفيتامين اي التي بدورها تساعد في دعم جهاز المناعة كما أشار البحث إلى أهمية كل من الزنجبيل والثوم والفلفل الأحمر والحمضيات والبطاطا الخلوة في دعم الجهاز المناعي وتشكيل خط دفاع قوي في مواجهة فيروس كورونا المستجد وفي قطاع غزة وضفة الغربية أقيمت أمس صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد التي فتحت استثنائيا لآداء الصلاة واقتصرت تحركات المواطنين على زيارة الأرحام والأقارب فيما أغلقت كافة الأماكن العامة والمتنزهات نتابع بالدعاء والتكبير أقيمت صلاة عيد الفطر السعيد في مساجد فلسطين بعد إغلاقها قصريا لأكثر من شهرين تحسبا من فيروس كورونا صلاة جاءت استثنائيا ووفق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية موجود في المساجد أن تباعد المصليين عن بعضهم طبعا في إجراءات السلامة لكل مواطن وكل مصلي داخل بيت وبيت الله الحمد لله ربما أنه ممتاز جدا يجب أن لا يمنعنا أي شيء عن تخديم الفرح لأبنائنا إن كانت حصار إن كان جاءت كورونا أن هذا الفرح لازم وخصوصا بعد صيام 30 يوم شهر كريم ندينا صلاة الجمعة السابقة وصلاة العيد في المساجد واستخدام نفس الإرشادات والإجراءات الملائمة لهذا الوضع حتى نقوم بهذه الشعيرة ويشعر الشعب الفلسطيني بحبه وعبادته في رمضان وفي عيد الفطر السعيد ونسأل الله سبحانه وتعالى في ظل هذه الظروف أن يمنع علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية بأن يكشف هذا الوباء والبلاء العيد في زمن فيروس كورونا فرض قيودا كثير وغير مجريات وأجواء العيد ففي أول أيامه أغلقت كافة الأماكن العامة والساحات المركزية منعا للإزدحام والتجمعات واقتصرت تحركات المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية على زيارة الأرحام والأقارب بدنا نسحب أطفالنا معنا على الخوات والإخوة والأعمام أولاد العمومة أما بالنسبة للفرحة الثانية المنتزهات لا يوجد شيء إطلاقا يأتي عيد الفطر هذا العام في ظل الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا ووسط أزمات اقتصادية وإنسانية ألقت بظلالها على كل جوانب حياة المواطنين الفلسطينيين المتمسكين بخيط رفيع من الأمل لتجاوز هذه المرحلة الأصعب في حياتهم المعيشية مهما ساءت الأوضاع المعيشية وتبدلت أحوال الناس وتغيرت العدات والتقاليد بسبب انتشار فيروس كورونا تبقى بهجة العيد حاضرة في كل بيت محصنة بالأمل بغد أفضل أحمد حرب تلفزيوني المملكة العربية السعودية قطاع غزة وننتقل إلى أخبار الطقس حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن الحالة المناخية لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية الرياض القصيم حائل كذلك على منطقتين مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها بينما يستمر هطول الأمطار رعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران جازان عسير الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة الجنوبية وسماء غائمة جزئيا قد تتخللها صحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض الرياض ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى نشرتنا انتهت وهذا تذكير بالعناويل موسيقى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان رئيسة جورجيا بذكر استقلال بلادها موسيقى سمو ولي العهد يقدم عبر الاتصال المرئي التهنيئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك موسيقى وزارة الصحة تعلن شفاء 2148 حالة جديدة من فايروس كورونا في المملكة موسيقى 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 نبتعد اليوم لنجتمع غداً بأمان شكراً لكم على تساعداتكم هذا هو فتر مبارك أم أبكيك سلامة والراحة كلياكم كرتاهو لعذابني ملكي خاطر ابني كرومي محفوظ رهي نيسال مبارك عيدكم سعيد بالتزامكم بتعليمات معنا التجول برايك سلامة خود أرخانا بمانيت عيدتان مبارك لا نفسد فرحة العيد بتجاوز تعليمات منع التجول نبتعد اليوم لنجتمع غداً بأمان كل عام وأنتم بخير دي جلان سوفايا ترتيب دان أمان كاليان ديام دي روما دمي نقارا كيتا سلامات هاري رايا عيدو الفطري نشكركم على التزامكم بالتعليمات كل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر